أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن صمود مدينة القدس يمثل عصب القضية الفلسطينية لافتا إلى أن القدس هي مدينة السلام ومهد الأديان وخلال كلمته في مؤتمر القدس صمود وتنمية بمقر دمعة الدول العربية أضاف الرئيس السيسي أن القدس كانت عبر التاريخ عنوانا للصمود يشرفني ويسعدني أن أتواجد معكم اليوم في جامعة الدول العربية بيت العرب لنؤكد معا دعمنا لصمود القدس عصب القضية الفلسطينية والقلب النابد للدولة الفلسطينية مدينة السلام مدينة السلام ومهد الأديان التي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح صور الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيابة المدينة التي امتزك فيها طريق إسراء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع ضرب السيد المسيح عليه السلام لقد كانت القدس عبر التاريخ عنوانا للصمود الذي يحمله اسم مؤتمر اليوم وإنه لمن المؤسف أن هذا الصمود أصبح وكأنه قدر تلك البدينة فهي كما كانت في الماضي ما زالت تعاني في الحاضر ترجمة نانسي قنقر